اشتركوا في القناة ما ادري غدا عشاء مبيت مجرد ماي ما موجود بالحديث الشريف مرت الايام الليالي وابتعث الله تعالى عن نبي صلى الله عليه وآله وكان في مكة المكرمة قريب 13 سنة وبعد ينحاجر الى المدينة المنورة في المدينة المنورة صيت رسول الله انتشار واحد قل له هذا الرجل اللي كان رسول الله ضيف عنده ساعة او يوم او ساعة قل له هذا الرجل اللي كان ضيفك في زمان كذا هذا صاير كبير على حد تعبير ذولاك صاير ملك بالمدينة المنورة الرجل اجي عند النبي صلى الله عليه وآله سلم على النبي قال لرسول الله تعرفني النبي قال لي قال له نعم قال تذكرها كانت عندي ضيف قال النبي صلى الله عليه وآله قال النبي صلى الله عليه وآله نعم قال النبي حس شتكا فيني اشتطيني النبي قال له شتري قال اريد ثمانين ثمانين لائنة يعني ناقة ثمانين لائنة برعاة هذا كل يمثر وضخمة ثمانين لائنة رسول الله صلى الله عليه وليه أمر بأن يعطى له هو أعطي فر جراح من راح النبي العبرة هنا رسول الله نظر إلى أصحابه مضمون الحديث الشريف قال هذا الرجل ليش ما سأل سؤال عجوز بني إسرائيل ليش ما صار مثل عجوز بني إسرائيل ليش طلب هذا الطلب ليش ما طلب طلب مهم قالوا يا رسول الله وما قصة عجوز بني إسرائيل النبي نقل لأصحابه قال إن الله تعالى أمر موسى بن عمران على نبينا وانه وعليه السلام بالنقل جسد يوسف جسد يوسف إلى مكان آخر في صورة الله للأنبياء يعاشرون الناس معاشرة عادية موسى بن عمران من أول العزم أكيد يدري قبر يوسف وين ولكن سأل من هذا 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 وين قبر يوسف قالوا من يدري ما حد يدري قيل لموسى بن عمران نبي دي سولف هذه القصة مضمون الحديث الشريف قيل لموسى بن عمران إذا أكو واحد يعرف قبر يوسف فلان مرأة المرأة الفلانية بعث عليها جاءت المرأة موسى بن عمران سأله تدري قبر يوسف وين قالت نعم قال لها أدليني عليه قالت لا بلاش ما أدلك موسى بن عمران قال لها وأضمن لكي الجنة قالت لا قليلة آي ما أريد قال لها اشتردين النبي دي سولف الأصحاب قال لها اشتردين قالت أريد أن أكون في درجتك في الجنة موسى بن عمران انتظر رحي الرب فجاءه الأمر من الله تعالى ما يخالف أضمن لها ذلك قال لها ايه ما يخالف أضمن لكي أن تكوني في درجتي في الجنة الله عنده مئة ألف نبي وعشرين ألف نبي واربعة آلاف نبي خمسة منهم الخيارة أولو العزم هذا واحد منهم موسى بن عمران درجة وين بالجنة في الحديث الشريف عدد درج الجنة عدد آي القرآن موسى بن عمران موسى بن عمران ضمن لها أن تكون في درجته في الجنة بأمر الله تعالى قالت تعالوا أدلكم جاءت ودلهم على قبر يوسف نبشوا القبر وجدوا يوسف النبي قال هذا ليش سأل هذا السؤال ثماني نظائنة راحت خلصات والرجل هم راح راعتها هم راحا أما ضمان درجة موسى بن عمران في الجنة هذا ما يخلاص وما خلاص والإمام الحسين عليه السلام أعظم وأفضل من موسى بن عمران اغتنموا الفرصة لكم ولا غيركم ولا تبحلوا على غيركم بالدعاء اغتنموا الفرصة